وجه رئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ التطوير في جزيرة الوراق على الوجه الأمثل وتلبية احتياجات وطلبات الأهالي بما في ذلك التعويضات ذات الصلة جاء ذلك خلال اجتماع للرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين وخلال اجتماع آخر وجه رئيس السيسي بالتوسع في جهود توطين صناعة الآلات والمعدات التقيلة بتعاون مع مختلف الجهات المعنية من القطعين العام والخاص اجتماع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء محمود توفيق وزير الداخلية والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية واللواء هشام آمنة وزير التنبية المحلية واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني واللواء أركان حرب هشام سويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول تطوير وتنمية جزيرة الوراقة وقد وجه السيد الرئيس بإشراك وزارة التضامن الاجتماعي والجماعيات الأهلية ذات الخبرة الناجحة في العمل الميداني الخدمي والمجتمعي لتعزيز جهود الدولة للتطوير العمراني لجزيرة الوراقة وتزويدها بالخدمات المتكاملة في إطار تخطيط هندسي حديث ومنظم وكذلك تدقيق وحوكمة البيانات على أرض الواقع لتنفيذ التطوير على الوجه الأمثل ولتلبية احتياجات وطلبات الأهالي بما في ذلك التعويضات ذات الصلاة وقد تم في هذا الإطار عرض الموقف التنفيذي الخاص بالمخطط الاستراتيجي لتطوير وتنمية جزيرة الوراقة لسيما ما يتعلق بإنشاء الأبراج السكنية الحديثة بوحدات صغيرة وكبيرة المساحة فضلا عن جهود رفع كفاءة البنية التحتية للمنطقة خاصة أعمال الكهرباء ومد مسارات الكابلات لمحطات التحويل الكهربائي إلى جانب أعمال تغذية المياه والصرف الصحي وكذلك تصميمات شبكة الطرق الداخلية كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء أركان حرب هشام سويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة واللواء أحمد الشاذي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة واللواء أركان حرب عصام الشيخ مدير إدارة المركبات بالقوات المسلحة لاجتماع تناول استعراض جهود توفير المعدات والآلات الخاصة بالمشروعات القومية التنموية على مستوى الجمهورية وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على جهود توفير الآلات والمركبات مختلفة لاستخدامات لصالح عملية التنمية الشاملة في الدولة وجها سيادته بالتوسع في جهود توطين صناعة الآلات والمعدات الثقيلة بالتعاون بين مختلف الجهات المعنية من القطعين العام والخاص وذلك في إطار استراتيجية التوطين المحلي لصناعة مستلزمات الإنتاج كهدف استراتيجي وفقاً لمعايير الجودة العالمية اشتركوا في القناة